بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم تسريما كثيرا أما بعد فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالأربعين النووية الحديث السادس عن نبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب طواه البخاري ومسلم الحمد لله رب العالمين سنة الأولى أو الثانية للهجرة وعاش رضي الله عنه أربعة وستين عاما توفي سنة خمس وستين للهجرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينه موضوع مشتبهات الحديث هذا الحديث تفق أهل العلم على عظيم مكانته ورفيع منزلته وكثرة فوائده عده بعضهم وربع الدين وبعضهم ثلث الدين كما تقدم في الأحديث السابقة فهو حديث ينتظم ما يكون من المعاملات بين الناس وينتظم ما يكون من الحلال والحرام والمشتبه وعلى هذا تدور أكثر الأحكام إما حلال وإما حرام يقول صلى الله عليه وسلم إن الحلال بيّن هذا الحديث رواه الشيخان كما ذكر مصلّف رحمه رواه البخاري ومسلم من حديث زكريا عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن الحلال وما أباحه الله تعالى وأذن فيه سواء كان ذلك في الأعيان أو في المكاسب أو في الأفعال والأقوال أو غيرها والحرام ما منعه الله ورسوله وحذره سواء كان ذلك في الأعيان أو في المكاسب أو في الأفعال أو في الأقوال وقوله صلى الله عليه وسلم بيّن أي واضح وجلي ليس فيه لبس ولا خفع وليس مشتبها ولا مختلطا بل هو في جلاء ووضوحه وقوله بيّن أي بيّن لعموم الأمة باستفاضته وشهرة حكمه بحيث لا يكاد يخفى على أحد من أهل الإسلام وهذا كتحريم الخمر تحريم الخنزير وجوب الصلاة وجوب الزكاة فهذا من الحلال البين أباحة المطاعم والمعاكل والمشارب أباحة الماء وما إلى ذلك من الأمور البينة الظاهرة التي لا يلتبس فيها على أحد حكم وكذلك المحرمات كالخمر والخنزير وما أشبه ذلك والربع وقيل بيّن ظاهر بمعنى أنه لا خفاء فيه بالنظر إلى ما دل على الحل بلا شبهة فالحلال بيّن أي أنه لا شبهة في حله لا بالنظر إلى دليله ولا بالنظر إلى مدلوله ولا بالنظر إلى تنزيله وكذلك في قوله والحرام بيّن أي ظاهر بالنظر إلى ما دل على تحريمه بلا شبهة فليس في تحريمه أو في باحاته اجتباه بل هو ظاهر نص جلي لا خفاء فيه في حكمه في حكمه بالتحريم وقوله صلى الله عليه وسلم وبينهما بين الحلال والحرام لأنهما ضمير يعود لما تقدم من حلال وحرام أمور مشتبهات أمور جمع أمر والأمر يطلق ويراد به الشيء والشأن فقوله بينهما أمور مشتبهات أي أشياء وشؤون مشتبهة المشتبهات جمع مشتبه والمشتبه هو المختلط الخفي غير المتبين إذن قوله وبينهما أمور مشتبهات أي مختلطات ملتبسات خفيات سواء كان ذلك في الأعيان أو في المكاسب أو في الأقوال أو في الأعمال أو في غير ذلك المهم أنها ملتبسة لم تتبين ولم تتضح وقوله صلى الله عليه وسلم مشتبهات هي بين الحلال والحرام هي ليست حلالا بينا ولا حراما بينا ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في تعريف المشتبه قال منزل بين الحلال والحرام وقال في موضع آخر المختلط المشتبه والمختلط ولا تنافي بين هذين التعريفين لأن ما كان بين الحلال والحرام مختلط ومشتبه لا يعلم إلى أيه ما يصير وقوله صلى الله عليه وسلم مشتبهات هذا وصف لكنه لم يذكر أسباب الاشتباه وللاشتباه في الأحكام أسباب عديدة منها ما يرجع إلى الدليل من حيث الثبوت وعدمه فيثبت عند أحد ولا يثبت عند غيره ومنها ما يرجع إلى الاشتباه منه ما يرجع إلى المفهوم المدلول وهو اختلاف في دلالة الحديث على الحكم فتجد من يقول إنه يدل على كذا وتجد آخرون يقولون إنه لا يدل على كذا فهذا اشتباه ناتج عن اختلاف في الدليل وإما أن يرجع الاشتباه إلى وجود أسباب الحل ووجود أسباب الحرمة في الواقع أو في المسألة وبهذا يتبين لنا أن الاشتباه إما أن يكون راجعا إلى الدليل وإما أن يكون راجعا إلى المدلول وإما أن يكون راجعا إلى تحقيق المناط وإما أن يكون راجعا إلى قيام أسباب الحل وأسباب الحرمة مما يجعله حائرا والاشتباه والاشتباه أمر النسبي متفاوت بين الناس ليس على درجة واحدة فقد يشتبه على أحد ما لا يشتبه على غيره فيتبين للعلماء ما يكون مشتبها على العامة والعلماء أيضا على درجات ومنازل في الاشتباه والاختلاف ومما استعمل فيه كلمة المشتبه ما فيه خلاف بين أهل العلم فوصف جماعة من أهل العلم المسائل الخلافية بأنها من المشتبهات لكن هذا ليس بإطلاق لأنه مشتبه عند من لم يترجح له أما من ترجح له أحد القولين فإنه لا اشتباه عليه لكن من كان متوقفا أو لم يتبين له الدليل أو التبس عليه الأمر فهذا يكون عنده اشتباه وقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس لا يعلمهن أي لا يعلم هذه المشتبهات والملتبسات والمختلطات كثير من الناس فهي خفية على كثيرين وهذا الخفى إما لكونها لم تتضح لهم أو لكون لكونهم لم يبدلوا الوقت الكافي للتبين أو لغير ذلك من الأسباب المقصود أن كثيرا من الناس تشتبح عليهم هذه الأحكام طيب ومن تبينت لهم الأحكام هل هم كثير أم قليل من ذكر في الحديث قال لا يعلمهن كثير من الناس فالذين يعلمونها كثير أو قليل كثير لأن قوله لا يعلمون كثير من الناس لا يلزم منه أن الذي لا يعلمها الذين يعلمونها قليل لأن كثير يصدق على العدد الغفير لكنه لا يلزم أن يكون الأكثر ولا ينفي الكثرة في غيره ولذلك قال الله في سورة الحج في السجود قال ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن فاض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس يسجدون وكثير حق عليه العذب فكثير يسجد وكثير لا يسجد فكذلك قوله لا يعلمهن كثير من الناس لا ينفي أن الذي يعلمها كثير لأنه لم يقل لا يعلمهن الأكثر نخف على هذا ونكمل البقية الحديث إن شاء الله في درس القادم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد